السلام عليكم عصابة الربح عاملين اي رب كنوا بخير في الفيديو ده انا هنشرح محفظة الماي ايسر والت ومحفظة الترست والت عشان بالفيديو اللي فات والفيديو ده انا نكون خلصنا كل البنوك المحافظ اللي هنحتاجها في الشغل المحفظ تنبت والنهاردة ماي ايسر والت و ترست والت دول اللي هتشتغل على الواحدة فيهم في الاردروبات تسحب عليها الاردروبات بتاعتك انت هتشوف اللي رايحك فيهم و هتشتغل عليه دي كده اول واحدة فيهم ماي ايسر والت اصيب لك اللينك اسفل الفيديو اول ما تفتح هيظهر معك بالشكل ده وانا الموقع الرسمي هتنزل على create a new wallet هندوس على get start هو هنا بيقول لك ان انت تقدر تسجل بتلات طرق مختلفين اول طريقة عن طريق الاب بتاعهم موجود على الاب store وجوجل بلاي تاني طريقة عن طريق الفايل اللي هو هيدوه لك الفكرة هي ان انت بتكتب الباسورد بعد كده هو بيديك key store معين كده فايل بتنزله عندك وتشيله في مكان امن وكل ما بتجي تسجل بتكتب الباسورد تديهم الفايل ده هم فيفتح المحفظة بتاعتك تالت طريقة عن طريق اه اتناشر او اربعة وعشرين كلمة انت بتسجل فيهم هو بيديك اه اتناشر او اربعة وعشرين كلمة مختلفين ولازم تشيلهم في مكان امن او تكتبهم في ورقة عشان كل ما هتسجل هتحتاج تسجل بهم هنيجي مثلا نسجل بالkey store فايل هتكتب هنا باسورد نكتب اي باسورد لو شلنا ده كده وكتبنا اي حاجة كابتل وسمول طبعا عشان يبديك الكلمة strong بعد كده بتدوس على كلمة next بيظهر معاك بالشكل دوان بيقولك ان هو بيعملها لك وينبه عليك ان انت ما تضيعش الفايل دوان ما تبعتوش لحد وتعمل منه pick up انا استنى كده في ديئة بس يكون اتعمل اهو كده تمام انت بالزبط بياخد 30 او 40 ثانية فرينج دوان وبتلاقي جاب لك كده بالاخدر كده download كده هو نزل قدامنا الملف اللي هنخش بي اهو ادي كده زهرت معاك المحفظة عشان هتسجل هتدوس على software هتختار key store فايل وهندوس على continue هنروح على الملف هنختار من الملفات الملف اللي احنا نزلناه هون اختارت الملف بعدها ما بتختار الملف بيوديك على password على tool وتدوس على access هنستنى اي دخلنا على المحفظة اختارت برضو حوالي 40 ثانية بس بيفتح معاك يعني على الشكل ده على طول هيفتح معانا الشكل دوان طيب الادرس بتاعي هيكون فين اه الادرس هيبقى اهو يعني انا مطلوب منك الادرس في اي ايردروب اقول لك هات عنوان محفظت يسير والب بتاعتك او اللي هي بتبقى erc20 هتجيب العنوان ده عشان ده اللي هتقدر تستقبل عليه العملات الموضوع بسيط بعد ما بتاخد العملات بتستنى ان هي تنزل على منصة او اي حاجة بتدوس على كلمة send من هنا اللي في الداشبورد وبتكتب الكمية اللي انت هتبعتها من اي عملة وهي بتكتب تحت الادرس اللي انت هتبعت عليه وبيبعت على المنصة وبتقدر تحولها البيتكوين او اي حاجة انت عايزها وتبتدي بيع وتشتري دي كده ether wallet هنروح بقى للtrust wallet اما trust wallet فده ابقى application بتنزله مع جوجل بلاي عادي او لو عايز تخش على السايت وهو هيقولك ازاي تنزل برنامج يديك اللينك على طول انا هسيب لك كده كده الرابط اسفل الفيديو اول ما بتخش وبيفتح البرنامج بيفتح معك بالضب كده وتدوس على انشاء محفظة جديدة انا هتعلم على علامة صح وهتدوس على كلمة استمر ادعك 12 كلمة هتدوس على كلمة استمر هيقولك ان انت هتحفظهم عشان هتكتبهم تاني بيقولك تحقق ان بص انت الترتيب بتاعهم اهو هتاخدوا مسلا ناسخة وهتشوف انت عايز تحفظوا على ايه وندوس على كلمة استمر هنكتبهم بالترتيب زي ما كان ظهر لنا قبل كده اهو دوس على الكلمات بتدوس على الكلمة الاولى بتكتبوا كده فهندوس على اخر كلمة وهندوس على كده تم كده يبقى معانا محفظة هندوس كده على الاثريم وهتدوس على كلمة receive هيظهر معاك العنوان اهو هتدوس على كلمة نسخ من تحت هيتنسخ معاك ده هيبقى عنوان اثريم بتاعك وهيجيلك علي عملات لو دوسنا كده على زائد من فوق هنلاقي ان في عملات كتير كده تقدر تضيفها وكل العملات بتاع الاردروبات ان شاء الله نشغل عليها المحفظة وبكده نكون خلصنا الشرح هنبتدي بقى في الشروحات مواقع واردروبات من بعد الفيديو دوا وفيهم سابقة على القناة لو انت مش مشترك يريد تشترك في القناة وبكده نكون خلصنا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته